احنا النهاردة عايزين يعني نقول برضو السورة كمان برضو عايزين لأصحابنا اللي عندهم صور حلوة اخدوها من معرض كتاب يبعتونا على صفحة البرنامج مشاهدنا الكرام اللي راحوا واللي تصوروا هناك واللي شافوا مناظر حلوة بعتونا واحلى صور حننزلها معنا في برنامجنا في الستات معرفوش يجدبوا بعتونا صوركم هناك يلن روحوا تصوروا وبعتونا وحييهم كمان عاملين تعليق من اشعار صلاح جاهين على الصورة يعني جميلة حيية وشكرا المرسلين اللي تعبين يعني تعبنين معنا ومع البرنامج وبيروحوا كل يوم بيصوروا في المعرض من حيهم طبعا مجهودة رائحة مجهود كبير وطبعا صلاح جاهين رباعيات صلاح جاهين وكتابات صلاح جاهين أنا بس عايزة أنا قريت الصورة دي قراءة شوية مختلفة يا بنات يعني انه الاب ده لما هو رافع ابنه في السماء هو ده المكان اللي هو بيحلم يشوف ابنه فيه ان هو فوقه في السماء صغره زي ما انتم شايفين ان هو يبتدي يروح معرض الكتاب لان هو شايف ان القراءة والثقافة هي بداية المشوار ان الولد ده او طفل ده يبقى في السماء في يوم الايام يبقى شاب ناجح يبقى رجل ناجح يعتمد عليه يبقى مبدع مبدع في كل المجالات ليه لا حجاز له مكانة مرتفعة والحقيقة انه زي ما يلنا في الوطن يعني حطوا تعليق جميل من رباعيات صلاح جاهين عيني رائط عصفور طبعا انا مش حافظة الابيات وانا مش هجيبني المسافة دي ان انا ارهلكوا كلها بس يعني موجودة بس رسالة معبرة جدا طبعا